موسيقى مرحبا بكم في قناة مطبختي نمسان اليوم المطبخي تريدكم وصفة غداء والعشاء خفيفة ضريفة في نص ساعة والذي يوجد ملاح اقتصادي بدون لحوم وزيوت خاصة الناس الذين يحبون حاجة خفيفة في العشاء اذا خليكم معايا بشوفوا المقادر وطريقة التحضير وكي نوجد هذه الغطرة اليوم نحتاج الى كمية من البطاطا حسب افراد العائلة انا رفضت هنا كيلو ورطلت البطاطا البيت طبع خصلتها نقيتها وقصتها الى مكعبات صغيرة ونرفضوا كمية من المال حسب الضوء كل واحد كيف يحب ونفوتوا من البطاطا لتبخر البنات اليوم يتبعوني مولفيني انا دايما نبخر كل خوضر فلاكوكوت اذا نعملها في السلة ونعمل كمية قليلة من الماء فلاكوكوت ونعمل هذه البطاطا تبخر ولا تحبوا تبخرها في الأدرة والقلال نغطيها 10 دقائق اذا نبخر البطاطا ونحن نشوفكم اذا نعمل تكمية قليلة من الماء فلاكوكوت نضيف البطاطا ونفوه نعمل الصفارة ونعملها حوالي 5 دقائق لا نغطيها لتحرح انا نحب الكوكوت اذا نبخر البطاطا البطاطا تبخرت ونعملها تبريد ونعملها تبريد ونفوه لنجد الخليط ونخلطها نحتاج إلى 4 حبات البيت هنا كمية البيت على حسب كمية البطاطا كاس حلي بارد كاس من كريمة السائلة الخاصة بالطبخ باردة كمية مليحة من المعدنوس كترها المعدنوس جبنينة حبة من البصل الأخضر نصفه إلى دوائر نصف مربعة على الجبن الطاري وكمية من الجبن المفشور هنا تحبوه تعملوا غينة واحد من الجبن لكم اغتياء زج ملاعق كبيرة من الفارينة سنينة عطوم بسكرفجة وضفت لها التوابل لكي البطاطا لا تجنى سامطة نصف ملعقة صغيرة من فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة من الكركم نصف ملعقة صغيرة من الكمول ملعقة صغيرة من الكمول وربع ملعقة صغيرة من الفلفل أحمر الحار هنا اغتيال لا يريد أن يفعل الحار اذا نبدأ فوعاء نخلط كامل المكونات نضيف الكريمة السائلة نضيف الكريمة السائلة لا يوجد الكريمة السائلة يقوم بعمل كيسانة الحليب يعوضها بكاس حليب أو يقوم بعمل كيسانة الحليب ويزيد معها كمية من الحليب يعني تقريبا كاس هكذا هذه هي نوذيك الكريمة السائلة وتضيف الكريمة السائلة وزيد حليب وزيد الحليب ثم فارينا كل كيسانة وخلطة كريمة السائلة ووزيد الحليب إذا كانت لديكم كمية البطاطا توضيف ملعقة كبيرة هنا نضيف الملح نضيف الباطا تكون منكه نضيف فرمج نضيف الداع نضيف كل المكونات جيدة هنا لم تفتل الملح على خط البطاطا و الجبنة فيه الملح هذه البطاطا التي بخرناها وردتها خليطتها واجدتها واجدتها ماذا بكم تكون لديكم البطاطا شوية بردة نضيفه فوقها كم هذا الخليط ونخلطه كم مكونات بشر البطاطا وشربنا ملح هذه البطاطا التي قمت بها في الحراج بالطبع قمت بعمل الفرن ودهنت المول فيه قراطا ودهنته بشوية على الزيت ونخلط خليطه في المول وندخله في الطابل حتى يرفضه لده نشاهده ان شاء الله واجدت من بعد هنا اختيار تحبوا تعودوا تزيدها و ترشوها بشوية الفرماج غافي ومسكر فلج لكم الاختيار اذا ندخل القراطا في الفرن ونشوفكم بعد اذا استعملت في الفيديو نصف قطعات الجبن الضاري والنصف الآخر نضيفه في كيس حلواني و نضيفه نضيفه قطعان بالفوق نضيفه اختياري هذا هو قطعان اليوم يأتي خفيف و مليح خاصة للشخاص الذين لا يحبون انواع الزويوت والبطاطا مبخرة و لا يشاريها مقالية نتمنى ان الوصفة اليوم تكون هذه الاعجاب بيوتكم و عائدكم ولا يجب ان تكون الوصفة لا تضغطي على اعجاب ادخل قناتي اول مرة بها تشترك معي في القناة اشتركتها يشرفني ما تنسوا بنات غير بطاط و اشتركوا في فيديو اخر ان شاء الله أشتركوا في المرة ان شاء الله بسمي و ني عزيب حكمت البلاد عشرين اسنان واحدة من همسي ويسميوني عزيز حكمت البلاد عشرين سنة عشراء فاتت وأنا واكف خيزة فاتت في الكرسي والبقي فراج خمسة في القادرة معنا وأخي السعيد هوايتنا جمع الأموال أنا وأخي السعيد معنا الشبع بطل السروال وذوق على الشعب أخرج للطريق الشعب فاق وحبي ناحيني